الآن دعونا نلقي نظرة على الشاشة الرئيسية وقائمة الخيارات لجهاز الفورس على الشاشة الرئيسية يمكنك أن ترى كل المعلومات التي تحتاج إليها أثناء البحث كالموازنة الأرضية ونقطة تحديد الهدف الآن دعونا نستعرضها واحدا تلوى الآخر شاشة البحث مقياس اللون في الأعلى من لوحة LCD تمثل الصخور والحديد والمعادن التي تصادفها في حقل البحث شريط المؤشر الأفقي لمعرف الهدف عند كشف الهدف وظهور هوية الهدف بنفس الوقت شريط المؤشر الأفقي لمعرف الهدف سيظهر نطاق اللون بشكل يناظر الهدف المكتشف هوية الهدف هوية الهدف هي عبارة عن رقم من خانتين يقدمه لك الكاشف عند كشف أي هدف تعرض لأرقام معا على الشاشة الرئيسية وعلى الشاشة الرقمية التي على المقبط مستوى التمعدن المغناطسي هذا المقياس يمكن تلخيصه على أنه مقدار للحالة المغناطسية ولكثافة الأرض مستوى التمعدن المغناطسي مهم لسببين الأول فأن كشف العمق منخفض في المناطق ذات التمعدن المغناطسي العالي مثل الرمال السوداء حيث أكسيد الحديد العالي المغناطة كما يعرف المنقبين على الذهب من دوي الخبرة فأن أمكانية العثور على الذهب في الرمال السوداء عالية لذلك فالقيم العالية جدا من التمعدن المغناطسي قد تشير إلى وجود الذهب الثانية التمعدن المغناطسي هو خاصية موجودة أيضا في الصخور الساخنة جدا لذلك قياس مستواها سوف يلعب دورا هاما للجهاز للقضاء على الإشارات الخاطئة التي تسببها الصخور الساخنة وضع المتابعة الأرضية مؤشر الأوف والأون عندما تكون المتابعة الأرضية بوضع الأون هذه الأيقونة سوف تومط وعندما تكون في وضع الأوف سوف تكون ثابتة مؤشر حالة البطارية يشير إلى حالة عمر البطارية بالإضافة إلى ذلك سوف تظهر رسالة تحذيرية على الشاشة عندما تكون البطارية منخفضة منطقة معلومات وضع البحث أو رسائل التحذير وضع البحث للمستخدم أو رسائل التحذيرية سوف تظهر هنا الآن دعونا نق نظرة على شاشة الموازنة الأرضية قيمة التوازن الأرضي ستظهر على شاشة رئيسية بعد الموازنة الأرضية بشكل أوتوماتيكي أو يدوي تصحيح وتوليف قيمة الموازنة الأرضية تستخدم التصحيح قيمة الموازنة الأرضية اليدوية يمكنك تعلم المزيد حول الموازنة الأرضية في الفيديو التالي شاشة تحديد نقطة الهدف قراءات العمق تظهر قراءة العمق التقديري للهدف في وضع تحديد نقطة الهدف شريط مؤشر السالب والموجب يشير إلى الإشارات الواردة من المعدن أو التربة أو الصخور بشكل عام المعدن تعطي موجبة والتربة أو الصخور تعطي إشارة سالبة الشريط سيمتلئ كلما اقتربت من الهدف والحد الأقصى الذي يصل إليه هو مركز الهدف مستوى التمعدن المغناطي سنتكلم المزيد حول تحديد نقطة الهدف في التصوير الميداني الخاص الآن دعونا نلقي نظرة على قائمة الخيارات في الجهاز واحدة والأخرى الأولى هي اختيار الوضع جهاز الفورس بولد فيه ثلاث أوضاع للبحث وهي أوضاع البوست والعام والتمييز سنقوم بشرح هذه الأوضاع أكثر في فيديو خاص بعنوان أوضاع البحث الخيار الثاني في القائمة هو الحساسية الحساسية هي خيار عمق البحث الذي تتحكم بضبطها في الجهاز وأيضا تستخدم للقضاء على الإشارات وتداخلات الكهروماناتيسية الواردة من البيئة المحيضة وكذلك الضوضاء ضبط الحساسية يعمل ما بين واحد حتى تسع وتسعين باستخدام مفاتيح الزائد والنقص التالي هو خيار الطنين لأن الطنين ينشط فقط في الوضع العام لذلك سيظهر بلون رمادي في أوضاع التمييز على الشاشة الرئيسية الآن لرؤية هذا الخيار سوف نبدل وضع البحث في الجهاز للوضع العام في وضع البحث العام سيسمع صوت الطنين بشكل مستمر أثناء البحث جزء بسيط من هذه الأصوات قد تؤثر بشكل مباشر على عمق الكشف للأهداف الصغيرة والبعيدة من السطح إذا كان صوت الطنين وضع بمستوى عالي جداً سوف تفقد صوت الهدف الحقيقي على العكس من ذلك إذا وضع بمستوى منخفض جداً في هذه الحالة ربما تفقد من ميزة العمق الذي تقدمه هذه الميزة في بداية كل تشغيل الجهاز يأتي وضع الطنين بقيمة الضبط الإفتراضية هذا الإعداد في قيمته الإفتراضية بالنسبة للمستخدمين ذوي الخبرة بإمكانهم ضبط هذا الإعداد إلى أعلى مستوى ممكن بحيث لا يزال يمكنهم سماع إشارات الهدف بصوت ضعيف يمكن ضبط مستوى الطنين من 1 حتى 99 باستخدام مفاتيح الزائد والناقص إخفاء هوية الهدف هوية الهدف هو رقم يعرضه الكاشف على أساس التواصل مع الهدف وهو يعطيك فكرة حول ماذا يمكن أن يكون الهدف من جهة أخرى فإن إخفاء الهدف هو قدرة الجهاز على رفض الأهداف الغير المرغوب فيها والتي لا تعطي نغمات تحذيرية أو هوية لها عند الكشف عنها كما يوفر سهولة في الاستخدام من خلال رفض الصخور الصاخنة والمعادن مثل الحديد وإبطالها يمكن ضبط إخفاء هوية الهدف من 1 حتى 99 باستخدام مفاتيح الزائد والناقص هوية الهدف تعمل فقط في أوضاع التمييز ولا يمكن أن تستخدم في وضع البحث العام سنتكلم المزيد حول إخفاء هوية الهدف في فيديو خاص بعنوان أوضاع البحث التردد تغيير ترددات التشغيل في الجهاز يتم استخدامها للقضاء على التداخلات الكهروماناتيسية الناتجة من البيئة المحيطة أو ترددات الكاشفات الأخرى التي تعمل في نفس نطاق الترددات توجد 5 ترددات في الجهاز ضبط المصنع الافتراضي هو الرقم 3 عادة تكون غير نشطة ويظهر على القائمة بلون خافت لتفعيل هذه الخاصية اضغط باستمرار على زر تحديث الهدف ثم اضغط على أحدى مفاتيح الزائد والناقص للأعلى أو الأسفل عندها يمكنك اختيار التردد من القائمة وتنشيطه تحويل التردد قد يؤثر على أداء الجهاز لذلك من الأفضل عدم تغيير التردد إلا عند الضرورة والحفاظ عليه على وضع ضبط المصنع الافتراضي الصوت يمكنك زيادة وخفض الصوت على حسب المستوى المطلوب الذي تفضله يمكن ضبط مستوى الصوت من صفر حتى عشرين باستخدام مفاتيح الزائد والناقص في حالة إيقاف تشغيل الجهاز وإعادة تشغيله مرة أخرى سوف تجد الإعدادات على آخر وضع قمت باختياره النغمة تتيح لك بتغيير الصوت لتردد الطنين ونغمات الهدف التحذيرية وفقا لما تفضله توجد خمس ترددات صوتية مختلفة تتراوح ما بين نغمات رفعة الصوت إلى نغمات غليطة الصوت تغير النغمات لا يؤثر في نغمة الحديد النغمة تكون فعالة في أوضاع البحث العام والبوست لكنها لن تكون فاعلة في وضع التمييز 3 ستتغير ترددات صوتية للطنين في وضع البحث العام ونغمات الذهب والمعادن الثمينة في وضع البوست يمكن ضبط النغمة باستخدام مفاتيح زائد والنقص الإضاءة لضبط مستوى الإضاءة الخلفية للشاشة الرقمية الموجودة على المقبض وشاشة الكريستال السائل في صندوق النظام هذا الإعداد يجري لكل الشاشتين معا والتغييرات ستتملك لاهما عندما تقوم بتغيير مستوى الإضاءة من القائمة ستعمل إضاءة خلفية للشاشة الرقمية وتعرض الرقم 88 لقيام بضبط الإضاءة بشكل جيد في حالة إيقاف تشغيل الجهاز وعادة تشغيله مرة أخرى سوف تجد كل الإعدادات على آخر وضع كانت عليه دون تغيير يمكن ضبط مستوى الإضاءة من 0 حتى 20 باستخدام مفاتيح الزائد والنقص الاهتزاز تم تطوير ميزة الاهتزاز في جهاز الفورز لاعتبار أن هناك أناس ضيعا في السمق هذه الميزة تمكن الجهاز من توفير ردة فعل الاهتزاز كبديل للصوت عند الكشف عن الهدف أثناء البحث ويمكن أيضا استخدام الاهتزاز واحده دون تفعيل الصوت يمكن ضبط مستوى الاهتزاز من 0 حتى 5 عند اختيار المستوى 0 ستقلق خاصية الاهتزاز تماما مستوى الاهتزاز واحد سيقوم الجهاز بالاهتزاز فقط على الاهداف الأكثر تحديدا والقريبة من السطح وتكون إشارة اهتزاز الهدف بشكل أطول أعلى مستوى الاهتزاز هو خمسة الجهاز سيقوم بالاهتزاز على الاهداف الصغيرة جدا والعميقة جدا وسيهتز لفترة قصيرة تزداد سرعة الاهتزاز في وضع تحديد نقطة الهدف لذلك لا يمكن تعديلها في حالة إيقاف تشغيل الجهاز وإعادة تشغيله مرة أخرى سوف تجد آخر ضبط للاهتزاز كنت قد اخترته يمكن اختيار مستوى الاهتزاز باستخدام مفاتيح الزائد والنقص النقطة الأخيرة هي اللغة وتستخدم لتغيير اللغة الخاصة بالجهاز قائمة جهاز الفورس يمكن عرضها في عشر لغات عند بدء التشغيل الأولي سيتم عرض لغة المصنع الافتراضية وبإمكان المستخدمين تغيير لغة القائمة باستخدام مفاتيح الزائد والنقص تم وضع اللغة في الخيار الأخير للقائمة لذلك في من السهل إيجادها في حالة تم يتغيير اللغة إلى لغة أجنبية عن طريق الخطأ تفاصيل مهمة حول استخدام القائمة إذا لم يتم الضغط على أي زر لبضع ثواني بعد الولوج إلى القائمة سيقوم الجهاز بالعودة إلى الشاشة الرئيسية إذا كنت لا تريد الانتظار يمكنك الضغط ثم ترك زر تحديد لهدف مرة واحدة للذهاب إلى الشاشة الرئيسية مباشرة أنت لست بحاجة لتأكيد أو الخروج من القائمة لحفظ التغييرات سوف تكون القيمة الجديدة نافتة المفعول فورا عند الضغط مع الاستمرار على مفاتيح القائمة فإن خيارات القائمة والقيم تتغير بسرعة أكبر سوف تظهر خيارات القائمة غير النشطة بلون رمادي قد يكون الخيار الغير النشط نشطا في وضع آخر على سبيل المثال يظهر الطنين غير نشط في وضع البوست لكنه نشط في وضع البحث العام شكرا